شاهدين إذن الحديث أكثر عن البلاف ينضم معي الخبير الأمني والاستراتيجي مخلط حازم أهلا بك سيد مخلط يعني هذا التوغل التركي العسكري شمال البلاد هل تعتقد أنه بضمن الاتفاقية العراقية الأمنية مع تركيا والتي تأكدت بعد زيارة أردوغان إلى بغداد بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وتحية لمشاهدين وكادر قناة الرشيد يعني أنا لا أتوقع أن الاتفاقية المبرمة مع الجانب التركي يتيح لها بأنها تتوغل داخل الأراضي العراقية علينا أن نوضح أن هذا التوغل التركي هو ليس وليد اللحظة وإنما من بعد عام 1992 بدأت تركيا تتوغل داخل الأراضي العراقية في شمال العراق عندما كان هناك حظرا جويا قد فرض على الأجواء العراقية فبالتالي كانت هناك معاهدة واتفاق سابق عام 1984 تتيح للقوات التركية مشتركة مع القوات العراقية في ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني وثم العودة إلى مسافة 5 كيلومتر عن الحدود التركية بالتالي ما يحصل هو أكيد انتهاك إلى سيادة البلد في هكذا توغلات اليوم نرى أن القوات التركية تسير في مناطق وقرى في منطقة إسليمانية منطقة باريماني وكثير من المناطق ويتقوم بعمليات تفتيش ودوريات وحتى مسائلة المواطنين الأكراد العراقيين فبالتالي كل هذه المعطيات لا أتوقع أن هناك اتفاقا قد وقع مع الجانب العراقي في هذا الخصوص الذي حصل في زيارة أردوغان هو مجرد الأهمية في ما هو المضمون والمسمى لكن سيد مخلد بحسب مراقبين فإن توغل مسموح به ضمن حدود معينة مقابل زيادة الأطلاقات المائية من قبل أجانب التركي طلعا حقيقة لم يثبت هذا الشيء لحد الآن نحن متابعين للوضع الأمني والعلاقات الأمنية العراقية التركية دائما ما كنا نتكلم أنه يجب وضع وفتح هذا الملف على أوسع أبوابه لا يمكن مقارنة أو يعطاء أولوية للتدخل التركي على حساب الإطلاقات المائية لأننا نملك أوراق ضغط حقيقية مع الجانب التركي لدينا الورقة الاقتصادية التي هي بحدود أكثر من 11 مليار دولار سنويا في موضوع التبادل التجاري الاقتصادي هناك الكثير من الأمور التي ممكن أن نذهب باتجاهها لا يمكن السماح لتركيا وغير تركيا بهذا التوغل أدوات الردء حقيقية للجانب العراقي لم تتكامل لا توجد لدينا الإمكانية لمحارضة إذن لماذا العراق لا يستخدم هذه أوراق الضغط التي تتحدث عنها سين مخلصة أو لإيقاف التوغل أو لزيادة الإطلاقات المالية يعني لماذا هذا الصمت من قبل الحكومتين؟ يعني حقيقة هو هذا الذي دائما ما يثير الشكوك لدى المواطن العراقي كيف تفسر هذا؟ يعني حقيقة هناك ضعف الدبلوماسية العراقية زاء التوغل التركي وكذلك الموضوع الإطلاقات المائية وكذلك أنبوب نقل النفط هذا يحتاج إلى أن يكون لدينا مفاوض جسر مفاوض شجاع يستطيع من خلاله فرض إرادة العراق على الجانب التركي لأن في كثير من الأوقات عندما يرى جانب التركي أن هناك ضعفا في المفاوض يذهب باتجاه أنه محاولة الحصول على الكثير من المكاسب اليوم عندما نتكلم عن التوغل التركي داخل أراضي العراقية هناك أكثر من مئة قاعدة ومركز استخبارات داخل أراضي القاعدة ما هو التوصيف الاستخبارات الموجودة داخل أراضي العراقية؟ هل هي بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني؟ وهل العراق سين مخلد لا يملك مفاوضا شجاعا لحل هذه الأزمة؟ حقيقة لحد هذه اللحظة لم نرى أن هناك مفاوضا استطاع أن يفرض قرارا حكوميا دبلوماسيا على الجانب التركي لأننا يوميا نرى هناك أبديت للمعلومات حول التوغل التركي للأراضي العراقية هناك قصف، هناك استهداف المطار، المطار السليمانية هناك أيضا في نفس الوقت لا يمكن السماح أيضا لحزب العمال الكردستاني التوغل داخل سنجار والعمل وفتح مكاتب ومقارات لأن الأتراك عندما يتكلموا معهم يقولوا أن هذا بسبب تواجد حزب العمال الكردستاني الجانبين محظورين بالنسبة لنا إذا ما أردنا أن نتكلم عن سيادة البلد هو انتهاك التركي إذا تسمح لي سيد مخلد وصل إلى نصب سيطرات والتحرك سيرا على الأقدام هل تعتقد هذا أو تحسبه هو الحلقة الأخطر اليوم في هذا التواجد في حين أن القواعد التركية والقصف هو مستمر منذ سنوات حقيقة هذا الذي تكلمت عنه أن العمل بهذا المنحنى هو لا يمثل انتهاك للسيادة أو توغل هذا يمثل شبه احتلال لهذه المناطق لأن إذا ما تكلمنا عن دوريات تقوم بالتفتيش المواطنين وتقوم بطلب هوياتهم ومنعهم من الخروج في ساعات محددة هذا شبه من الاحتلال فلذلك نحن نتكلم عن أنه يجب أن تكون لدينا أمكانية وآلية ردع إذا لم نستطع أن هذا الردع يكون عسكري يجب أن يكون هناك ردع اقتصادي لأننا لا يمكن أن نتكلم عن اختراق سيادة لباقي دول وتركيا هي مخترقة حتى عندما تم الاتفاق على تأمين الخط الصفر الحدودي فإننا لا يمكن أن تأمين الخط الصفر الحدودي من جهة تركيا لأن الأتراك والقوات العسكرية التركية هي متواجدة داخل أراضي عراقية فكيف يتم تأمين هذا الخط؟ هذه المعطيات هي من ملفات المحقدة حقيقة الموجودة التي لا يزال هناك يعني عقدة في حلها من قبل الحكومات العراقية هو هناك من يتحدث عن أن حزب العمال الكردستاني هو الحج لزيادة الاتفاقات التركية طيب لماذا لم تتطرق الاتفاقية الأمنية مع تركيا إلى مستقبل حزب العمال الكردستاني يعني على غرار الاتفاقية الأمنية مع إيران وطريقة تعاملها مع الأحزاب المعارضة بداخل العراق يعني الذي حدث مع أردوغان هي ليست اتفاقيات لأن الاتفاقيات هي عندما تكتب يجب التصويت عليها داخل البرلمان الذي حدث هو مجرد مشاورات الذي حدث هو مجرد مذكرات تفاهم مع الجانب التركي لحد هذه اللحظة شكلت لجان لكن هذه اللجان لم تعطي قراراتها النهائية فيما يخص التواجد التركي داخل الأراضي العراقية وما هي التوصيف الذي هو موجود فيه داخل الأراضي العراقية حتى في موضوع البككة وتواجد البككة هذا يجب أن يكون هناك قوات عسكرية على أهوبة الاستعداد أن تكون لدينا دولوماسية عالية المستوى نستطيع من خلاله مجابهة الجانب التركي والبككة والجانب الإيراني وكل من يحاول اختراق السيادة العراقية واختراق الحدود العراقية من قبل هذه الدول طيب بملف آخر يعني السودان يؤكد أهمية تطوير التعاون مع الناتو بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق هل ما زال العراق يحتاج إلى المشورة والتدريب من وجهة نظرك ويغير قوات التحالف بالناتو أن الأمر مختلف يعني علينا أن نفرق ما بين قوات حلف الناتو وما بين التحالف الدولي التحالف الدولي شكله في عام 2014 هو لمحاربة عناصر إصابات داعش ضمن عمليات العزم الصلب في العراق وسوريا وكانت هذه القوات دائما ما ترفض القوات العراقية بالمعلومات الرصد والاستمكان الجوي ودائما ما تشترك معها في عمليات لملاحقة عناصر داعش أما في موضوع حلف الناتو حلف الناتو وجوده هو لأجل عمليات التدريب وكانت هناك تدريب لوزارة الدفاع وأعتقد أنه دخل ضمن برنامجه التدريب قوات وزارة الداخلية أو بالعكس في هذا الموضوع يعني الموضوع اليوم القوات العراقية لديها جهوزية برية متكاملة حقيقة لكننا نتكلم عن مناطق رخوة مناطق لا يصحب الدخول إليها القوات العراقية سواء الراجلة أو المجولقة أو المسرفة نحتاج أن يكون لدينا إسناد جوي هذا الإسناد الجوي يجب أن يكون مرفض بمعلومات استخباراتية مرصودة من الجو لأننا نتكلم عن وادي الشاي وازغيتون ووادي حوران وامطيبيجة وكثير من الأماكن التي هي تعتبر ملاذات آمنة لإصابات داعش لذلك أنا أرى أنه من المبكر أن نفكر اليوم أننا يعني يجب أن نستغني استغناءا كاملا عن كل قوات التحالف في مواضيع مهمة قد نحتاجها في مرحلة قادمة لأننا إذا ما أردنا أن نتكلم عن إصابات داعش نتكلم عن مخيم الهول مخيم الهول يعتبر قنبلة موقوتة في أي لحظة من اللحظة إذا ما انفجرت القنبلة داخل هذا المخيم فسيكون مسارها داخل العراق وكذلك داخل سوريا نحتاج نحن حقيقة إلى أن تكون لدينا بعد استراتيجي بعد أمني بعد عسكري في كيفية التعامل مع هكذا عصابات وكذلك هناك بعض الخواصر في الحدود العراقية السورية هي خواصر ممكن أن يتسلل منها الأرهابيين إذن نحن نحتاج أيضا نحتاج ضمن عميات الإسناد والجو نحتاج إلى طائرات مسيرة لغرض دعم قوات سلاح الجو العراقي فلذلك اليوم إلى ما انتفت الحاجة إلى قوات التحالف الدولي أكيد سوف نكون نحن في وضع نحتاج فيه تعويض المعلومات التي كنا نحصل عليها من قبل قوات التحالف إذن الخبير الأمن الأستراتيجي سيد مخلل حازم شكرا جزيلا لك شكرا لكم